هذا البيان من وزارة الداخلية امتداداً للمتابعة الأمنية القائمة لأنشطة الفئة الضالة والعناصر المرتبطة بها فقد تعاملت الجهات الأمنية مع معلومات توفرت لديها عن تحركات مريبة لمجموعة من الأشخاص في موقعين مختلفين الأول بحي المونسية في مدينة الرياض وكان عبارة عن وحدة سكنية والثاني عبارة عن استراحة في محافظة الضرمة وتبين من عمليات الرصد الميداني لتحركات أولئك المشبوهين ما دلل على خطورة وضعهم ووجود أسلحة بحوزتهم الأمر الذي استدعى سرعة القبض عليهم حيث قامت الجهات الأمنية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهري ذو الحجة لعام 1436 للهجرة بإخلاء المساكن المجاورة للموقع الأول وتطويقه بشكل كامل فما كان من المتواجدين فيه وعددهم شخصان إلا أن قاما أثناء ذلك بإطلاق النار وإلقاء قنابل يدوية تجاه رجال الأمن فتم الرد عليهم بما يتناسب مع الموقف وبما يحيد خطرهما وهو ما مكن بحمد الله من القبض عليهم وهما كل من أحمد سعيد جابر الزهراني يبلغ من العمر 21 سنة ومحمد سعيد جابر الزهراني يبلغ من العمر 19 سنة أما فيما يخص الموقع الثاني فكان عبارة عن استراحة في محافظة الضرمة وعندما شعر من بداخلها عبر كاميرات المراقبة ببداية تواجد رجال الأمن خرجوا منها مستقلين سيارة من نوع تيوتا شاس تحمل لوحات عمانية مزورة وقاموا بإطلاق النار بكثافة عالية على رجال الأمن فتم الرد عليهم وأعطاب سيارتهم وتمكنوا من الاستلاء على سيارة أحد المواطنين بالقوة والفرار بها من الموقع واقتضت سلامة المرة فيه مطاردتهم خارجه ولا تزال عملية تعقبهم وقبضهم قائمة حتى الآن وقد أسفرت عمليات تفتيش الموقعين على الضبط التالي الموقع الأول مبلغ وقدره أربعمائة وألفان ومئة وواحد ريال ومبلغ وقدره خمسة ألاف وخمسة مئة دولار أمريكي عدد ثلاثة أسلحة رشاش من كمية من الذخائر عدد ستة وثلاثون مخزن سلاح رشاش مجهز بالذخيرة ذخيرة رشاش عدد الفين وثمانمائة وثمانية وأربعين عدد ثلاثة مسدسات عدد عشرة مخازن مسدس وثلاث قنابل يدوية حقيبة تنظيف سلاح لوحة سيارة عدد من أجهزة الجوال وأجهزة حاسب محمول جهاز طابعة لتزوير بطاقات الهوية مع جهاز للتغليف عدد من البطاقات الهوية يشتبه بأنها مزورة جهاز ماسح ضوئي كاميرات مراقبة قصصات ورقية عبارة عن رسم كروكي لمواقع مستهدفة جعب عسكرية لحمل مخازن الأسلحة أما فيما يخص الموقع الثاني فعثر على حزام ناسف مجهز بالمواد المتفجرة ضبط داخل السيارة الشاص واتم إبطاله معمل يستخدم لتصنيع المواد المتفجرة وإجراء حاليا التعامل مع محتويات المعمل والاستراحة من أسلحة ومتفجرات ووزارة الداخلية في الوقت الذي تكشف فيه هذه التفاصيل لا تؤكد أن الجهة الأمنية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد وأهلها ولن يتمكن بإذن الله من الإفلات بجريمته مهما كان كما أن الإجراءات الأمنية ستطال كل من يظهر تورطه بأي دور في هذه القضية والله الهادي إلى سواء السبيل ترجمة نانسي قنقر